خليني أرجع للأدلة أو بعض الأدلة والبراهين على قيامة المسيح أول برهان القبر الفارغ القبر كان خالي من أي عظام الأموات يعني حتى يحنى لما ركد للقبر في يحنى عشرين وشاب القبر فارغ والأكفان موضوع يعني الجسد انسل رأى وآمن فالسؤال أين الجسد وأين الحجر ومن دحرج الحجر وأين ذهب الحراس الروماني أسئلة كلها تحتاج إلى أجوبة فإذا القبر فارغ شيء ثاني شهادت الملائكة على أن القبر الفارغ كما شهدت الملائكة مش بس في القيامة لولادة المسيح وهذه الشهادة مش بالخفاء هذه الشهادة بالطبع كانت أمام شهود عين شيء ثالث تعتبر واحدة من أقوى الشهادات هي ظهرات المسيح بالجسد ليس مثل الأساطير القديمة أو معجزات تحدث بالخفاء أو بالليل أو بالسر وبيتكلموا عنها وكأنها تصبح حقيقة نحن نتكلم عن قيامة وظهورات كانت عديدة جدا ومتكررة لمدة أربعين يوم في أورشاليم في عمواس عند بحيرة طبرية على جبل الزيتون وهكذا على جبل عالي في الجليل مكتوب في أعمال الرسل الصحاح الأول وآية ثلاثة الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله هذا دليل قوي جدا جدا ظهورات المسيح ثم أحبائي شهود عيان رأوا المسيح بل حتى رآه أكتر من خمسمائة شخص دفعة واحدة أو مرة واحدة بحسب كورنتس الأولى إصحاح خمسة عشر ظهور المسيح للتلاميذ ظهوره لاستفانس عند الاستشهاد ظهوره لشاول الترسوسة اللي هو بولوس الرسول بل الأعجب من كل هذا في ظهورات المسيح أشخاص اتحدثوا معه مع يسوع المسيح بعد القيامة بحالاتهم النفسية المختلفة مثل مريم المجدلية مثل لأتومة واحد من تلاميذ المسيح أو تلميذي عمواس اللي كان عابسين ولكن لما ظهر يسوع اختلفت كل الموازين وكل الأمور والأغرب كمان من هذا أنه حتى بعد القيامة وهذا أنا بالنسبة لي دليل مهم جدا 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 قوي حتى بعد القيامة كثير من التلاميذ كان يملأهم الشك وعدم التصديق والحيرة مما يدل على الصدق الوحي فاضطر رب يسوع تعالوا جسوني جسد لحم وعظم يعني مش مش مجرد خيال أو أو روح فإذا كل هذه الحالات مهمة جدا اشتركوا في القناة